إذن تم صباحة أمس بمجلس قضاء ميلا محاكمة عناصر لترويج المهلوسات إن ضبط بحوزتهم على ما يزيد عن 1300 قرص مهلوس من بينهم سيدة لانية ببلدية شلغوم العيد طالب ممثل الحق العام بمحكمة شلغوم العيد بولاية ميلا بتسليط عقوبة 19 عاما حبسا نافذا وغارما ماليا قدرها نصف مليار سنتين بحق السيدة لانية التي ضبطت ضمن شبكة لترويج المهلوسات ببلدية شلغوم العيد كما التمس بحق المتهمين الأربعة عقوبة عامين حبسا نافذا وغارما ماليا قدرها 100 ألف دينار جزائري وكانت فرقة البحث والتحرير لأمن ولاية ميلا قد ضبطت عناصر الشبكة الخمسة الأسبوع المنصرم وهي التي تنشط بين ولايتي ميلا وأم البواقي حيث تم تفتيش مساكن المتهمين وحجز خلال العملية 1350 قرصا مهلوسا هذا ومن المنتظر أن يتم إصدار الحكم النهائي بشأن هذه القضية التي توثير بالرأي العام الأسبوع القادم من أمام محكمة شلغوم العيد صوفيان بوعون تلفزيون النهار ولاية ميلا ترجمة نانسي قنقر